اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة القواعد المستوى الاول للمبتدئين ومعنا النهاردة الـ Adverbs and Adjectives يعني الظرف والصفة في اللغة الانجليزية هنشرحهم وهنشرح الفرق ما بينهم وازاي تستخدمهم وزي ما انتوا عارفين انا دايما لما بشرح قواعد او grammar بصرحها من approach او من مدخل تحادثي فاحنا مش هنشرح بس كده قواعد وخلاص لأ انا حطها لك كمان في الجمل وحتحاول انت تطلع امثلة اخرى عشان تبقى استفدت من القواعد بتاعت الـ grammar ما خدتش كلام نظري وخلاص هتلاقي بقيت الحلقات في الـ description او اسفل الفيديو في قائمة تشغيل القواعد المستوى الاول للمبتدئين يلا بينا نبتدي مع بعض طيب يلا بينا نبتدي بالـ Adjectives او الصفات مع بعض يعني ايه صفة في اللغة العربية او في اي لغة في العالم صفة يعني كلمة بنستخدمها عشان نصف بيها الاسماء يعني لما اقول لك She's a nice cat يعني هي قطة لو هي القطة لو القطة انثة يعني ممكن اقول عليها شي عادي لو انا عارف اذا كانت هي مذكر او مؤنس وقولنا قبل كده على الكلام ده في حلقة to be وممكن ترجع تتفرج عليها وحلقة الضمائر She's a nice cat فين الصفة هنا الصفة هي nice و nice يعني رائع و cat هي الاسم يبقى الصفة nice بتوصف cat She's a nice cat الصفة في اللغة الانجليزية بتيجي قبل الاسم وممكن تيجي بعض الاسم زي في المثال ده او بعض الضمير I'm pretty بس لازم تجيب ما بينهم to be I'm اللي هي I am pretty اوكي انا جميلة I'm pretty I'm pretty I'm pretty يبقى دي الصفات والموضوع بتاعها سهل جدا طيب اما للadverb يعني ايه طيب انا عشان اشرح لك الadverb انا عاوزك تبص على الكلمة بعناية Adverb هتلاقيها لو جيت قسمتها هتلاقيها متقسمة المقطعين مقطع add يعني ضيف ومقطع verb اللي هو كلنا عارفينه فعل يبقى adverb يعني ايه يعني بيضيف للفعل يعني ايه بيضيف للفعل يعني الadverb ده بيضيف معنى للفعل او بيوصف الفعل يبقى لو الصفات بتوصف الاسماء الadverbs بتوصف الافعال اوكي فخليني اديك هنا مثال هو بيأكل ببطء slowly هنا adverb بيوصف ايه او بيضيف معنى لإيه بيضيف معنى لإيت اللي هو يأكل he eats slowly مثال تاني i run quickly run فعلي بمعنى يجري انا اجري بشكل سريع quickly هنا ما بتوصفش i اللي هو الضمير او الاسم quickly هنا بتوصف الفعل اللي هو run طيب تعال بقى نعرف ازاي نكون adverbs او خلاص انا فهمت معنى الadverb والفرق ما بين الصفة والadverb او الصفة والظرف الadjective والadverb ازاي كون adverbs في الانجلش والموضوع بسيط جدا 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 معظم الadverbs في الانجلش بتتكون بان احنا بنجيب الصفة وبنحط عليها الواي يعني careful حريص هنحط عليها الواي هتبقى carefully بحرص slow بطيء هنحط عليها الواي هتبقى slowly ببطء main رئيسي هنحط عليها الواي هتبقى mainly بشكل رئيسي strange غريب هنحط عليها الواي هتبقى strangely بشكل غريب احيانا الصفات في اللغة الانجليزية بقى بتنتهي ب i-b-l-e او a-b-l-e خلنا نديك مثال في الحالة دي بنشيل ال-e يعني مثلا horrible يعني شيء فضيع او مريع كصفة بنشيل ال-e و بنحط الواي فتبقى horribly طيب he acts horribly هو بيتصرف بشكل فضيع suitable suitable او suitable يعني مناسب suitably بشكل مناسب suitably اوكي خلنا نديك مثال على suitable ويسبيك اوكي suitably احنا بنتحدث بشكل مناسب true اه هي دي اخرها e اوكي مش a-b-l-e بس اخرها e فبنشيل برضو ال-e و بنحط ال-y فبتبقى truly truly طيب لو كانت الصفة بتنتهي ب-y هعمل ا عشان نغيرها ال-adverb دي حالة تانية ساعتها بنضيف i-ly بنشيل ال-y ونحط i او نغير ال-y ل-i ونحط ال-y happy يعني سعيد happily يعني بشكل سعيد مثال she sings هنحط happy ولا happily لا احنا عاوزين نوصف الفعل هو يغني هي بتغني بطريقة سعيدة يبقى happily ما نفعش تقول she sings happy زي ما شرحنا الفرقة ما بين الصفات والظرف she sings happily crazy اخرها y هنعمل ايه عشان نحوالها الظرف اه هنشيل ال-y وتبقى i-ly تبقى crazily crazily easy easily وهكذا خلينا بقى نتكلم على الاستثناءات احنا شرحنا قلنا ان اغلب ال-adverse في ال-english بنحط لها l-y احيانا بنشيل ال-i لو الصفة اخرها i وبنحط l-y واحيانا لو عندنا y بنحط i-ly في بقى كلمات بتشتغل في اللغة الانجليزية كصفة وكفعل كصفة وكظرف في نفس الوقت يعني مثلا daily اول كلمة بمعنى النهاردة daily كصفة بمعنى يومي يعني حديك عليها مثال this is a daily activity ده نشاط يومي هنا activity اسم ودايلي صفة بتوصف النشاط اوكي فبنقول this is a daily activity طيب هل ممكن استخدمها ك-adverb اه ممكن استخدمها ك-adverb وبتبقى نفس الشكل عشان اضيف معنى للفعل i meet him daily بيكز معايا في الجملة كده daily هنا بتضيف معنى لإيه لهم ولا الميت لا لميت انا بقابله بشكل يومي i meet him daily daily هنا بتضيف معنى لميت فdaily هنا adverb مش ظرف عندنا كمان fast في الإنجليش فيش عقل اسمها fastly هي fast صفة وfast adverb ها حنحطها كمثال كالاول كصفة he is a fast driver هو سواء سريع او ممكن اقول هو بيسوء بشكل سريع استخدمها كظرف فاقول he drives fast في المثال الاولاني a fast driver fast هنا صفة بتوصف الاسم اللي هو driver في المثال التاني fast هنا adverb بتوصف الفعل اللي هو drive عندنا كمان early early معناها مبكرا كصفة او بشكل مبكرا كadverb ندي مثالين كالعادة المثال الاولاني في صفة we have an early meeting احنا عندنا اجتماع مبكر early هنا بتوصف meeting المثال التاني كادفرب we wake up early احنا بنصحى بشكل مبكر هنا early بتوصف الفعل اللي هو wake up في early في المثال التاني adverb وفي المثال التى الاولاني هي adjective او صفة عندنا كمان اوكي hard اوكي بس hard عاوزك تركز فيها شوية hard ممكن نستخدمها اوكي كصفة بمعنى صعب فاقول i had a hard exam كان عندي امتحان صعب hard هنا بتوصف اللي امتحان وممكن استخدمها كadverb من غير ما حطت عليها l y بمعنى بشكل جاد i work hard انا بشتغل بجدية او بشتغل بشكل جاد i work hard اوكي hardly مش عاوز الاخبطك بس لو حطت عليها l y دي بقى حالة شازة خالص خلينا شرح حالك بتبقى معناها بالكاد ده معنى تاني خالص مختلف عن معناها كظرف او كصفة اوكي for example i hardly see him انا بالكاد برا يعني بشوفه نادرا i hardly see him اوكي عندنا كمان late late زي اها زي early late ممكن تمشي كصفة وكظرف لما قولك you are late انت متأخر late هنا بتوصف ايه بتوصف you فهنا صفة انت متأخر لكن لما اقولك you come late you come late late هنا بتوصف come فانت بتيجي بشكل متأخر كادفرب عندنا كمان good good اوكي ده استثناء ليه بقى good كصفة بمعنى جيد طيب الزرف منها ايه هو هو good لا الزرف منها will ودي غلطة شائعة جدا نحن نعملها في اللغة الإنجليزية خلنا ديك مثال it's a good cake it's a good cake دي كيكة كويسة it's good cake دي كيكة جيدة لكن لو عاوز اقول انا بتكلم بشكل جيد فحقول will i speak good ولا will لا will هنا بقى ييجي will will هو الزرف بتاع good مثال تاني she's a good dancer هي راقصة جيدة لكن لما اقول هي بتركز جيدا مش هقول she dances good هقول she dances well عشان will بتوصف هنا الفعل اللي هو dance اوكي يبقى اخر استثناء معانا good الزرف بتاعه هو will يبقى دي كانت الاستثناءات او بعضها بتبقى نفس الشكل كصفة وكأدفرب وبعدها لا تتبع القعدة خالص وبتتغير الادجكتف بيبقى لها شكل تاني زي ما شرحنا في good و will ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من الادجكتف والادفرب لو فهمت الحلقة please ادعمني ويسيب لي تعليق لو في اي اضافات قوي اقتراحات او في حاجة ما في امتهاش عشان خطري اترك لي تعليق لان ده برضو بيساعدني كتير جدا وانا ممكن اشرح لك في حلقة اخرى او ممكن اشرح لك في نفس التعليق لو عندك لبس او سوق فهم في اي شي هتلاقوا التمرين كالعادة في اول تعليق او الاكسرسايز والاجابة بتاعته في الحلقة القادمة او الفيديو القادم من نفس السلسلة بتاعة القاعد شكرا وخليني اشوفكم على خير اشتركوا في القناة